بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهيني التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد من سلسلة اعترف خطير الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله أحد الإخوة المتابعين لقناة الدعوة الإسلامية فلو أنت عندك اقتباس خطير حابب أن نحن نعرضه في هذه السلسلة اتواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو المرجع اللي هنقرأ منه النهاردة تقريبا أول مرة نقرأ منه لكنه مرجع أكاديمي ودراسي ممتاز هو مرجع كاثوليكي بيمثل العقيدة الكاثوليكية وحابب أقول أن الكاثوليك عندهم هيكلة قوية جدا بمعنى أن مدام الكنيسة أقرت أن دي عقيدتها يبقى دي عقيدتها وبالتالي مدام ده مرجع مختوم أنه كاثوليكي يبقى ما ينفعش الكاثوليكي يتنكر له الكتاب اسمه معجم الإيمان المسيحي اختار مفرداته ومعلوماته من شتى المصادر الأب صبحي حموي اليسوعي أعاد النظر فيه من الناحية المسكونية الأب جان كوربون خلي بالك هو ده آدار المشرق ببيروت بالتعاون مع مجلس كناس الشرق الأوسط هو مرجع اللي عمله الكاثوليك لكن المقصود هنا أنه من الناحية المسكونية يعني ده المفروض أنه بيمثل الإيمان المسيحي بشكل عام وطبعا خصوصا الإيمان الكاثوليكي لكن المفترض أن أنت لما تحتاج بالكلام ده على واحد أرثودوكسي أو حتى بروتستانتي مدام ده مسائل هو بيؤمن بيها لأن ده معجم فبيتكلم عن حاجات كتير أحنا النهاردة هنقرأ عن عقيرة الثالوث فعقيرة الثالوث ده عقيرة مشتركة ما بين الأرثودوكس والكاثوليك والبروتستانت المفروض أن معجم الإيمان المسيحي ده راعة الناحية المسكونية يعني إيه راعة الناحية المسكونية؟ يعني ده بيعبر عن عقائد كل المسيحيين اللي بيؤمنوا بالثالوث ده الغلاف الداخل الكتاب وهنا قال لك إيه؟ بوليس باسيم النائب الرسولي للاتين لو يعني ده كتاب كاثوليكي متصد عليه في الصفحة رقم 163 تحت حرف الثاء هنقرأ عن الثالوث طبعا هو معجم بالعربي فبيبتدي بالعربي مترتب ألف به ته ته كذا ولما بيذكر الكلمة بالعربي بيذكرها بالانجليزي بيذكرها بالفرنسي ثالوث ترينيتي ترينيتي عايزين بقى نتعرف على عقيرة الثالوث من معجم الإيمان المسيحي بشكل مسكوني طيب هو بيقول هنا تدل هذه الكلمة على تسمية الله بكونه في ثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر في طبيعة واحدة لا تتجزى يعني الخلاصة ان لما المسيحيين بيستخدموا كلمة ثالوث كلمة تدل على الله ما هو لما بيتكلم عن الثالوث بيتكلم عن الله بمعنى ان الله ثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر في طبيعة واحدة لا تتجزى يعني ايه متساوية في الجوهر يعني الاب والابن والروح القدس ليهم نفس الجوهر وخلي بالك كتعبير لهوتي هو ينفع نقول ان الاقانيم دي متساوية في الجوهر معنى متساوية في الجوهر بيدي لك ايحاء ان ده حاجة وده حاجة بس قيمتهم زي بعض او هم متساويين فبالتالي يعني في شيء هم واحد فيه التساوي بيعطي انطباع ان في شيء الطرفين واحد فيه يعني مثلا لما بتيجي توزن حاجة عندك كيلو برتقال وكيلو تفاح مش عارف ليه خدت وقتا انا فكر في فكهة تانية كيلو برتقال وكيلو تفاح لما يبقوا متساويين على الميزان ده معناه ان هم واحد في ايه في الوزن فهنا هو عاوز يقولك متساوية في الجوهر يعني هم واحد في الجوهر انا بقول الكلام ده ليه عشان هو ده المعنى اللي هم يقصدوه ما يقصدوش ان ده من جوهر وده من جوهر وده من جوهر بس الجوهر دي متساوية لا هو يقصد متساوية في الاطراف دي متساوية يبقى هم واحد فيه يبقى تشيل متساوية تخليه واحد في الجوهر في طبيعة واحدة لا تتجزق طبيعة واحدة لا تتجزق بمعنى ان الطبيعة الالهية دي علشان هي في ثلاثة اصلا خلي بالك احنا لما بدينجي نتكلم عن الثالوث او الاباء لما بيجوا يتكلموا عن الثالوث بيقولوا ايه هل بيقولوا ان الاقانيم في الله ولا الله في الاقانيم انت ممكن تلاقي ان هما بيستخدموا الكلمتين يعني الاقانيم في الله او الله في الاقانيم لكن الاصح ان الله في ثلاثة اقانيم لان الاقنوم هو اللي بيحوي الجوهر مش الجوهر هو اللي بيحوي الاقنوم فمين هو الاصل او المبدأ الذي لا مبدأ له زي ما قلنا في الفيديو اللي فات الاب فالاب اقنوم يحوي الجوهر وبعدين الابن مولود من الاب والروح القدس منبثق من الاب من الاب والابن لان دول كاثوليك فالابن خد جوهر الالوهية بالولادة والروح القدس خد جوهر الالوهية بالانبثاق فهو عاوز يقول بالرغم من ان الله الجوهر الالهي والطبيعة الالهية في ثلاثة اقانيم ده مش معناه انه تجزأ هو ما زال الله الواحد لو انت مش فاهم حاجة مش مهم لان احنا قلنا قبل كده ان هي دي معضلة الثلوث ان زي هم تلاتة وما زالوا الله الواحد او اله واحد ده السر هنا بقى بيقولك ايه اعتراف حلو بقى ده هنا ده وصف الثلوث الله بكونه في ثلاثة اقانيم واحدة في الجوهر او متساوية في الجوهر في طبيعة واحدة لا تتجزأ مالهم بقى ماش لم يوحي العهد القديم بثلوث الاقانيم في الله جبا العهد القديم ما بيتكلمش عن الثلوث لكنه مهد لهذا الوحي بطرق مختلفة مواضيع الروح والحكمة وابوة الله نحو شعبه ونحو المشيح الى اخره يعني هو هنا عاوز يقول ان العهد القديم ما تكلمش عن ثلوث الاقانيم في الله لم يوحي العهد القديم بثلوث الاقانيم في الله لكنه مهد يعني في كأن يعني اشارت من تحت لتحت بس انت مش هتقدر تفهمها الا في ضوء حاجة تانية صريحة هو ده المعنى العهد القديم ما تكلمش عن الثلوث بشكل واضح بشكل صريح لم يعلم به تعليما واضحاً لكنه مهد مهد يعني ايه يعني لما حد بقى ييجي يعلمك الثلوث بشكل واضح وصريح هتقول اه طب ما يمكن النصوص بتاعة العهد القديم كان اصدها كده النقطة دي من اخطر المسائل في العقيدة المسيحية انا بتدعي وبقول عقيدة الثلوث عقيدة التجسد ولهية المسيح انت لا يمكن تفهم العقائد دي من العهد القديم او العهد الجديد لازم حد يشرح لك العقائد دي بشكل واضح وبعدين بقى انت تحاول تشوفها في العهد القديم والعهد الجديد شبه ايه الكلام ده؟ شبه الكلام اللي احنا قلناه عن كاتب انجيل متة هل هو لقى في العهد القديم نبوات عن المسيح فلما شاف يسوع اتحققت فيه النبوات ولا هو امن اصلا ان يسوع هو المسيح وبهذه النظارة الايمانية بدأ يشوف نصوص العهد القديم ويطلع منها نبوات احنا قلنا ان التاني هو الاصح ده هو امن اولا ثم نظر في الكتاب ليبحث هكذا الثلوث لازم حد يعلمه لك اولا وبعدين بهذه النظارة الايمانية تشوف بقى نصوص العهد القديم ونصوص العهد الجديد وبعدين هنا بيقولك فالوحي التام الذي تم في يسوع المسيح مكن من ادراك مع تعنيه تماما تلك التمهيدات ايه بقى انظام العهد الجديد؟ العهد الجديد لا يحتوي على الفاظ ثالوثية لن تظهر هذه العبارة الا في اواخر القرن الثاني في صفتيها اليونانية عند ثيوفيلوس الانطاقي وفي صفتيها اللاتينية عند تيرتليانوس بثوفيلوس الأنطاقي هو أول واحد يتكلم عن ثالوث باليوناني وترتليانوس كان أول واحد يتكلم عن ثالوث باللاتيني ماشي لكن العهد الجديد ما بيتكلمش عن ثالوث خلي بالك صياغة الكاثوليك صياغة صايعة يعني ايه صياغة صايعة؟ يعني هم بيركزوا كويس قوي في الكلام اللي بيكتبوه عشان لما تيجي تقفشهم يقول لك يركز في الكلام كويس أنا قلت كده بعكس الكثير من الأرثوذوكس والبروتستانت يعني مهارة الفيلسوف الحكيم الذي يقصد ما يقوله الكاثوليك دايسين في النقطة دي كويس لان هم عارفين ان لو تم إقرار هذه الصياغة يبقى احنا هنلبس ما ينفعش ننكره فهنا قالك العهد الجديد لا يحتوي على ألفاظ ثالوثية ما بيتكلمش عن ثالوث فكرة الثالوث كاسم عن الله ده مش موجود في العهد الجديد أول ناس يقولوا الكلام ده ثوفيلوس الأنطاقي باليوناني وترتليانوس باللاتيني تخيل يا مؤمن انت إيمانك بالله هو إنه ثالوث أول ناس يعبروا عن الكلام ده أباء القرن التاني ولاحظ إن مش معنى إن ثوفيلوس الأنطاقي أو ترتليانوس الإفريقي استخدموا كلمة ثالوث إن ده معنى إن هم كانوا ضبطين مفهوم الثالوث صح برضو كان عندهم مشاكل بس هم فهموا إن لا ده التلاتة دول فيه خاجة بتربطهم علاقة ما؟ هل بقى ده وحدة الجوهر والمساواة التامة؟ لا لأن كل أباء ما قبل نقية تقريباً وقعوا في عقيرة التدني الساب أوردينيشنزم ساب أوردينيشنزم يعني في واحد أعلم للتاني هنا قالك ليس هناك نصوص تأتي بعقيدة يعبر عنها بألفاظ مجردة بقولك صيع في الصياغة بل إن الله كشف عن حياته الخاصة بتدبيره الخلاصي حيث يدن البشر من الآب في الروح وبالإبن فالآب والإبن وروح القدس يكشفون عما يميز بينهم في عمل المسيح الخلاصي الذي يظهر صلاتهم الأزلية يعني عاوز يقول إيه؟ والله ليس هناك نصوص تأتي بعقيدة يعبر عنها بألفاظ مجردة يعني أنت مش هتقدر تطلع من العهد الجديد عقيدة الثالوث بشكل واضح أحنا بنحاول نفهم من خلال عمل المسيح الخلاصي اللي اشترك فيه الأب والإبن وروح القدس لما تتأمل ده ده بيظهر لك صلاتهم الأزلية صلات الأب والإبن وروح القدس لأن زي ما قلت وبأكد مليون مرة عقيدة الثالوث هو الإيمان بالأب والإبن وروح القدس بصلاة معينة أو علاقات معينة أو خواص معينة زي ما هم بيسمون اللي هي الخصائص أو الخواص الأقنومية إن الأب ولد الإبن وإن الأب انبثق منه الروح القدس ده مش موجود في العهد الجديد بشكل واضح يبقى بالتالي من خلال هذا الاقتباس بنفهم إن العهد القديم لا يعلم بعقيدة الثالوث والأقانيم الثلاثة في الله والعهد الجديد ما بيتكلمش عن ثالوث بشكل واضح وما بيعلمش عقيدة الثالوث بشكل واضح لكن هاه بيتكلم عن عمل المسيح الخلاصي اللي بيبين يعني تستشف منه صلات ما بين الأب والإبن وروح القدس وإنت بقى وحظك الصلات دي هتفهمها إزاي فيتشكل عندك عقيدة الثالوث وأنا عايز أكد تاني على آخر جملة قلتها دي آه العهد الجديد بيتكلم عن الأب والإبن وروح القدس وبيعبر عن صلات ما بين الأب والإبن وروح القدس لكن برضو مش بالشكل الواضح الذي يجعلك تخرج بشكل محكم من العهد الجديد إن الأب والإبن وروح القدس واحد في الجوار فبحسب فهمك للصلات والعلاقات ما بين الأب والإبن وروح القدس في نصوص العهد الجديد هتخرج بعقيدة الثالوث لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالإنساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة